تفعيل الشراكة المتكاملة بين القطعين العام والخاص والتعرف على الخطط المستقبلية للوزارات والهيئة الحكومية هو عنوان لندوة بيئة العمل في البحرين ولتوقيمت في غرفة تجارة وصناعة البحرين بتنظيم من لجنة سيدات الأعمال التفاصيل في التقليل التالي في مبادرة للتوائم مع مخرجات الملتقى الحكومي وتفعيل للشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص نظمت لجنة سيدات الأعمال بالتعاون مع لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة جمعت ثلاثة وزراء والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لطرح الحلول المساعدة على تحصين بيئة العمل والنشاط الاقتصادي والنظر إلى السبل الكفيلة بإنعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تعد خطة رئيسية أو ركن رئيسي في خطة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعلى هلأساس عملنا مع مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية للتركيز على هذا القطاع طبعا ما في حل سحري أو حل فردي اللي ممكن ينهض بهذا القطاع نحن الهدف أن نخلق بيئة استثمارية تشجع رواد الأعمال تشجع الناس أنهم يغامرون ويأخذون المخاطرة أنه يبتدي عمل وتغير تفكيرهم من باحث عمل إلى صاحب عمل ومهيئ لفرص عمل تحديات كثيرة طرحتها ندوة بيئة العمل في البحرين أجمع غالبية المشاركين فيها على ضرورة تحويل الباحث عن عمل إلى رب عمل قادر على خلق الوظائف للكفاءات الوطنية والمساهمة بدفع عجلة الاقتصاد إلى آفاق أرحب من النمو مدعوما بتشريعات وقوانين تجعل السوق المحلي أكثر انفتاحا على المتغيرات الاقتصادية إقليميا وعالميا نحن نطمح لعقد هذا النوع من اللقاءات المستمرة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق مبدأ الشراكة وتفعيله على أرض الواقع وكذلك لأن مثل ما تم الاتفاق من خلال الرؤية التي لم تصدر من فوق الهرم إلى أسفله بل جاءت الرؤية نتيجة لحراك وطني شارك فيه الجميع من القاعدة إلى القمة من القمة إلى القاعدة والتفقوا على أن يكون القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد الوطني رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية الضغطة والانخفاض الحاد في أسعار النفط ولجوء الكثير من الدول لاتباع سياسات التقشف إلا أن الأرقام الاقتصادية المعلنة والمتبثلة بازدياد معدلات السجلات التجارية ونمو التوظيف في القطاع الخاص تعكس تفاؤلا باستمرار الاقتصاد الوطني في تسجيل معدلات نمو تفوق نظيراتها على مستوى المنطقة